ترجمة نانسي قنقر 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 وحسن أنه هيك أحسن هيك وعن بحمي عايقتي حتى بنتي ما بحب كتير استغلها وازهرها للإعلام وما بحب استغل هذا الشي لجب أكتر يورز أو فولورز فنو يمكنني ما بتحب تكون مشهورة وما بتحب تكون معروفة فهذا هو السبب شو أهمية إنه الفنان يشترك بمهرجان كبير في الموازين باعتقد بيزعى للفنان لما ما يكون عنده حفلة بمهرجان كبير في الموازين مش بيزعى يعني لأن بعتقد إنه موازين هو محطم همي بحياتك الفنان قالت ليس يجب أن يعملها مرات أو مرتين الحمد لله يكن أنا هي رابعة أو خمس مرات من موازين بعتقد بحيك مهرجانات يقدر الفنان يلمس أكتر الناس شو عم بتحب أغاني أي أغاني بتفضل إذا أغاني عم توصل ومش عم توصل شو لازم يصلح شو لازم يعمل خاصة الجمهور المغنبي عند رزق معين مختلف عن الجمهور مثلا بلاد الشام لبنان سوريا أردن عن مصر عن الخليج بهايد الطريقة الفناني بيلمس كل جمهور شو بحب أي نوع موسيقى ومحطة مهمة إنه نحن بأرشيبة أنا كون عندي حفلة فنشحة بمموازين ها ما شئ تاني شئ السؤال للألبوم أنا صار لي تمان سنين مش عملي ألبوم فقالي تمان سنين سنجل سنجل عملت ألبوم قصائق محمود دميش من سنة نزلتو كان ألبوم موطني ألبوم قصائق مع أوركاستر ولكن هذا يبدو ألبوم كلاسيك ليس ألبوم بوب ليس ألبوم هو رخبوي لأن القصائل إلى جمهور معين ولكن كما نتحدث عن ألبوم بوب أنا صار لي تمان سنين لم يكن ألبوم بوب فقالي لقد جاء بكم كبير من الأغاني والأغاني الرومانسية لحصة الأكبر بهذا الألبوم وكثير فخورة بهذا الألبوم وطمارنا يعجبكم لحين جاء بالصالة شهر تمانية في أوغسط ومنسلتو سؤالنا السوشيال ميديا أكيد سيلاحظوا حدين دايما نبقولها الزحمة اللي عم بتصير بالسوشيال ميديا لكل واحد هو قاعد ببيته بينزل الأغنية هو قاعد بالصالو بينزل الأغنية صار في كثير فهذا الشي بياخد الانتباه بيضيع الانتباه للناس أوقات الجيد بيضيع بياخد وقت لا يوصل والسيء بيوصل أسرع إذا في حرفاته أخشاته كده في ناس بينفضخوا على السوشيال ميديا وتنفضح شخصيتهم بيأذيهم هالشي كصورة وفي فنانين عرفوا تحافظوا على هيدا الاميش فبادر يكون الفنان زكي يعرف أمتى ينطلعوا أمتى يختفي وما يكتير يستهلك نفسه وكامل الترند ما بقى كتير صدق الترند يعني ما بقى كتير صدق يعني خاصة من المسلسلات مثلا هيدا المسلسل الترند وهيدا ترند وهيدا ترند آخر شي نتلع أكتر من السلسل عجل من أنه لم يكن الترند فمش دايماً الترند هو الحقيقة بأكس فاكتور أكتر من 12 سنة صار روب أكتر 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 من 12 سنة مش مش هتذكر كل الأصوات اللي مرأت معي صراحة بأكس فاكتور هي مش مهم هيدا البرامش قد ما مهم إدارة أعمال في تصير أصوات حلوة حرام طلع لهم ظلمت لأنه ما في متابعة وما في إدارة أعمال فأتوزنات انوف تسلي الناس بالبيت وإذا ما في مانجر حرام المواهب عم تموت أما بالنسبة للموقف بالنسبة ل إيه أنا هدا زوق بعتني عن نفس الموقف بالنسبة للا بس هذا ما بيعني إنه بيحب في ناس تلك كب هدا الزوق هدا زوق يعني عندما بقول لموسيقى هي زوق مثل زوق اللبس زوق الأكل الزوق ما فينا يعني مش معلاتها ما بيسوط إذا قلت إنه بيصلح لك مش معلاتها ما بيسوط كاركتار لأنه شخصية لصوته ما بتشبه حدا بس لقالي إيه كده كده إيه ما ما تغير أول شي اليوم أنا للأسف حكون في سفارة لبنانية بالمغرب حكون اليوم أنا مرعوية على سفارة لبنانية بالمغرب عمل لي من نوع التكريم السفير اللبناني بالمغرب بتشكر على هاللفتة على ساعة 7 فحكون بالسفارة اللبنانية أكيد بتمرنا لهم جيدا في طبعا نحنا سألت بسيطة مصرحية مع الوالد ورشيحات كبيرة وتمارينهم كل التوفيق وسهلتهم الليل ما عند شك كانوا بيعمل شرك كتير حال ستتون برديك شلورة بسيطة فريمان كي دود من إنه نور شكرا ومعنية ومعنية سيخصية سألني عن سيطر عن جمهور المدركة في عد إلا جمهور كله شرف ودافي ومجنون وبيدي أنيرجي فظيع وفايس فظيع على الفنان على المسرح ان دايما الحفلة بالمغرب تبقى والعاني تلا بيقولوا بحب هيدا كتير المومنت لان انا كتير بيهمني عليك دي بالجمهور بكسر هيدا الحائق بيني وبين جمهور بحب هيدش قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية